اشتركوا في القناة الذي يتم ممارسة داخل الاسر وخارجها كل هذه امور تدفعنا نعمل ايه عشان تبقى صورتي ايجابية عن ذاتي قلنا تقييم الزات اقيم ذاتي ما الذي املكه من امور ايجابية وامور سلبية الامور السلبية او حاول تجنبها قدر الامكان الايجابية اشتغل عليها وانميها مراجعة القيم والمبادئ في ناس عندها قيم ومبادئ تختلف عن الاخرين راجع قيمك ومبادئك واشتغل على القيم الايجابية واشتغل على المبادئ الايجابية ان شاء الله تحسن من هذا المستوى الامور التي تستحق المغامرة يقول لك غامر بحساب يعني ايه خلي بالك امامك فرص ممكن ان تحققها خلي بالك تستطيع ان تنظر الى المستقبل ولكن بحساب والبالتالي هو يقول لك ايه فكر قبل ما تاخد قرار فكر قبل ما تقدم على امر ما لان التفكير مهم لاكتساب الثقة بالنفس ايضا احباي الكرام اتكلمت عن ده وعملت له حلقة كاملة الفشل تعلم من الفشل الناس اللي بتفشل في حياتها الناس اللي بتفشل دراسيا الناس اللي بتفشل على مستوى الاسرة التعلم من الفشل امر مهم جدا للغاية وليس هو نهاية المطاف بل هو بداية المطاف اذا تعدش تقول لي انا حصلي وحصلي وحصلي وتعد تبكي على هذه الامور الاصل ان انت تتعامل مع الواقع وتتعامل مع ما يجب ان تنظر اليه مستقبلا ولهذا تيجي اللفتة الجديدة وهي عيش في المستقبل تفضلش نايملي في الماضي عمال تبكي دي على الالام وانما عيش في مستقبله في بعض الناس للأسف الشديد يبقى مع التأسيرات السلبية اللي عايش بيها وليها طول حياته حصلي وعملوا 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 وسووا وانتوا فاهمين ماذا اقصد بهذا الامر الاصل ان تعيش مع التأسيرات الايجابية وليس مع التأسيرات السلبية اللي بيعيش في السلبيات للأسف الشديد يستغرق فيها وهتفضل محبط وهتفضل محبطة وهتفضل كئيب وهتبقي كئيبة كما أنت عندما تطالب عليك أن تطالب باحترام يعني يبقى لك حق اطلبه بأدب واحترام ولا يجوز لك أن تفقد حقوقك بسوء الأدب وهذا جزء مهم من الشخصيات الايجابية التي يجب أن نتعامل معها إذن أحباء الكرام تقييم الزات وتقبلها أمر مهم مراجعة القيم والمبادئ أمر أهم المغامرة بحساب أمر مهم التعلم من الفشل أمر أيضا له أهمية وتكلمنا عنه وقلنا الفشل ليس النهاية وإنما هو البداية أن نعيش في المستقبل وأن ننظر رؤية مستقبلية إلى الأمام هذا أمر أيضا مهم عندما نتعامل لا بد أن نأخذ من التأثيرات الإيجابية ولا نذهب إلى التأثيرات السلبية عندما نطالب فلا بد أن نطالب باحترام هذه كلها ضوابط مهمة تخليني في النهاية أكون صورة إيجابية عن نفسي وعن ذاتي كما أطالبكم بتكوين تلك الصورة إذا أردنا أن نسق في أنفسنا متوكلين على الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا ألتقي بكم في المداخلة التالية إن شاء الله مع غروب شمس يوم جديد في أمان الله سلام الله عليكم ورحمة وبركاته ترجمة نانسي قنقر